شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع على مذاكرة تفاهم مع الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية وشركة أوكيانوس العالمية بشأن وضع إطار عام لإقامة مشروع مشترك لتصنيع بداء البلاستيك ووفقا لمذاكرة تفاهم سيتم تأسيس مشروع أوكيانوس مصر لتقديم تكنولوجيا ميت فروم ستون والتي يمكن من خلالها تصنيع بداء البلاستيك من كربونات الكالسيوم أو الحجر الجيري بالإضافة إلى نسبة ضئيلة جدا من خام البلاستيك